بعد شهر من استخدام جهاز البلايستيشن بورتل بها الفيديو راح يقول لكم أهم مميزات وعيوب هذا الجهاز قبل لا تشترونه أول شي نتكلم عن المميزات كتصميم وستخدام الجهاز أول ما تستخدمه راح تحس إنه جهاز ممتاز والقرب فيه وايد حلو كأنه قاعد تستخدم يدة البلايستيشن اللي متعود عليها ثاني شي السعر السعر طبعا رسمي 200 دولار أتوقع مناسب للكل موايد وتغريبا 60 دينار كويتي واللي فهمت بلكويت راح ينباع بسعر تغريبا 67 دينار هم ممتاز على هذا الجهاز بس حاليا الجهاز صغيرة فيه مشكلة إنه مو متوفر كل مكان حتى بأمريكا علشان شديد قاعد تشوفون سعره وايد غالي الشاشة ممتازة معنها LCD بس لأنها صغيرة 8 إنش راح تشوفها وايد غوية الصوت فيه وايد حلو والبطارية تعتمد على الاستخدام ومن ناحية اللاق وسرعة النت بالكويت النت عندنا ممتاز أنا شابك على راوتر عادي ما علق معاي هما إذا شبكت على نت تليفونك راح يشتغل معاك بشكل ممتاز من ناحية العيوب اللي أنا شفتها بالجهاز أول عب بالجهاز أنا شفتها إنك ما تقرر تشبك عليه أي سماعة بلوتوث لازم تستخدم سماعات سوني يمكن توقع فيه سماعتين تشبكهم من خلال هذا الزر يشبكون على الجهاز هذه السماعات البلوتوث فما أقدر أشبك مثلا سماعات الأيربودز والعب بالجهاز فسوني يبونك تديش الإكو سيستم معهم علشان شرية حاطين هذه الميزة لأنه ليس عاجبني إنه يكون تحت الجهاز ووقت الشحن ما أقدر أثبت الجهاز على بعض الستاندات اللي عندي وبس بالنسبة لي هذي أبرز بميزات وعيوب جهاز البلاي ستيشن بورتل